اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع أتى في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع وبالأخص الطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع بما ينعكسه على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر